بالنسبة للأسنان أكو طرق كثيرة للتبيض يعني أكو طرق منزلية وأكو طرق أحلي نقول العبوات اللي نشتريها من الصيدليات أو الأجهزة اللي في عياداتنا إذا نتطرق للموضوع المنزلي اللي هو الأسهل اللي هو الفراولة ستروبري ينفرم مع البيكينغ صودا مع بيكاربونات الصوديوم حالو مو بيكينغ باودر مو بيكينغ باودر بيكاربونات الصوديوم غير البيكينغ باودر فمع الصودا هذه بيكاربونات الصوديوم تنخلط يصير المزيج يعني متجانس والفرشة فرشة الأسنان نفسها هي ناشفة يغمصها بهذا المحلول خلي نقول المركب اللي سويناه ويفرش الفك العلوي بطريقة دائرية يشمل اللثة أيضا شوية طارف اللثة مع السن كل من برا ومن الداخل وبعدين لمدة دقيقة بعدين يتمضمض ويعيد الفرشة يغمصها بهذا اللي سويناه احنا الخلطة ويسوي الفك السفلي أيضا دقيقة يكررها باليوم مرتين بس هذه رجاء لا تتكرر أكثر من مرتين بالأسبوع يعني خلي نقول اليوم الأول اللي يبدو به مرتين ومنتصف الأسبوع مرتين فقط مو يوميا لأنه هذا جدا كل أمور ومركبات التبيض هي ترقق طبقة الميناء يعني مفعولها رح يكون جدا قوي دكتور اشتركوا في القناة